ريحة روضة على مذيك فهم حكيت القيمة الاعتبارية للممثل إذا دور صغير ينجم يكون غاست ضيف يتسام إذا دور حجمه صغير أما إذا دوره كبير مفيش مفيش نقاش يعني كمان تواتي ممثل كبير الثاني هو لا يزمه كله في رأيي مثلا نعطيك ناخد أنا مثال مثلا أنا شفت وانسو بانو تايم الفيلم اللي خدمه تارنتينو معاه في تارنتينو خدم مع براد بيت وخدم مع ليونر ديكابريو وخدم مع أل باتشينو براد بيت ليونر ديكابريو حاتتهم أفيش مفيش يا أخيره براد بيت ولونار ديكابريو مش نظال سعدية كلام طوال اللي وكملتこتي أل باتشينو بالفعل نحكي مع القيمة الاعتبارية على الصنعة والخدمة كيفش كلام Nickiتوا أل باتشينو تحطه بعد براد بيت هو أختار ربما دوره أقنى حتى لو كيف أل باكشينو بل أقول لهم عني أنا موافقة قول لهم لأمريكان ليش حتيتوا أمريكي هل يعملوا كله صحيح شوف أنا نقول لك أنا حضرت على حفلات هاي فواهبي تاخد أكثر من وديع الصافي بطبيعة الحال بأنسير ما نحبش نشبه اشي اسمه به هاي فواهبي مثال متاعك فيه شوية لا 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 نعطي فيه نعطي فيه أمس إذا كانت عطيت المثال قانون السوق تحمل مسؤوليتك لا لا قانون السوق هاي فواهبي تاخد من أكثر من وديع الصافي فقالين شي والحاج أخر نوضوع هذي كل حد هذي أمور تحسم مع الجهات الانتاجية مع الفنانين كل واحد وين يرى روح لمن النهدي قال لي ما عندي حتى مشكلة نرى سيدا النتال السعدي كأنك أنت تغرد خارج السرب وليت لا منظنش كميل كميل ما عنده حتى مشكلة لمن النهدي ما عنده حتى مشكلة روف بن عمر ما عنده حتى مشكلة اي أنا عندي مشكلة إذا كانت حبك نزيدك نغرد خارج السرب بيانسير عمر كامل وان غرد خارج السرب جديد هو تريد أن تصنع قانون لك لا منيش ما صنع في قانون ليه أنا علش هو بيدو نزال عنده اعتراضا ينا نكون لوليني فلا فيش هو ولا بن جامرة ولا جماعة كل ما أنا عملنا أولاد مفيدة تباك الحال لوليني فلا فيش لأسباب عديدة أهمها 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 أنه هكيكة تجي لحكي ترجمة نانسي قنقر